تواصل القوات المسلحة أداء رسالتها السمية في حفظ تراب الوطن وتحقيق الأمن في كل ربوعه فمنذ 30 يونيو عام 2013 كانت القوات المسلحة يدا بيد إلى جانب الشعب المصري لتحقق إرادته في وجه قوى الظلام ولن تقف إنجازات القوات المسلحة عند المجال العسكري بل أصبحت هناك يد تحمي وأخرى تبني وطنا عزيزا في مواجهة كل التحديات بإيمان وعزيمة لا تلين القوات المسلحة المصرية يد تحمي ويد تبني أقسم رجالها يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء قوات مسلحة قوية مقادرة على تحقيق أمجادنا سلما وحرما فوقفت كسياج منيع يحمي الدولة المصرية ومن يحاول أن ينال من أمنها وأمان شعبها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد وبعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكرية والمدنية واستطاعت مصر أن تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة كان لابد أن الجيش يبقى فيه خطة للحصول على مؤدات تمكنه في ظل التطور الكبير ما حصل في مجال الهزم التسريحي المختلفة وأنا أقدر أقول لكم يعني أن ذاتها حقا هكذا تنوعت قدرات القتال للقوات المسلحة المصرية برّا وبحرّا وجوّا تشاملة العديد من المحطات الفارقة في منظومة انتلاك القوة لحماية إرادة السلام هنم مستعدين لتنفيذ أي وهمة داخل حدودنا أو إذا تطلّب الأمر خرّها وارتقى مصر إلى صدارة أقوى جيوش العالم وتأبل إرادة المصرية إلا أن تبقى أبية قوية رغم التحديات لتشرق من جديد شمس تنموية عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة أرجاء مصر مصر مش هتبيني غير بإدراعات المصر وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل كان لابد أن تقطعه مصر رغم المخاطر لتقهر التحديات وتضريب المثل في إدارة الأزمات فتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخنا المعاصر ولسّا نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير وقعنا ملد بتقوم، مصر بتقوم مشروعات تنموية شاملة في كافة أرجاء الوطن إحنا ما عندناش وقت، إحنا بنسابق الزمن استهدفت تحقيق نهضة تنموية الحضرية ومكانة استراتيجية بإمكانية تتوافق مع طموحات شعبها في مستقبل أفضل مستندة على جيش قوي الجيش المصري، الجيش المخلص، قادر على أنه يعمل بجدك المستحيل ويستمر الحلم، وتتغير خريطة مصر الأمال والأحلام تتحقق في مستقبل واحد بين التحديات والإنجازات مؤمنين بقدراتنا كشعب قادر على صنع المستحيل